بسم الله الرحمن الرحيم. اه انا اتكلم برضو في المسكلورتيشو ونتكلم نهاردة انا قلنا المسكلورتيشو انسجة عبارة عن ايه اه تلات انواع اللي هو خالص سكيلت المسل او سكيلت المسل يعني والسموس مسل والكاردياك مسل. انا قلنا ده بالتوزيع دي اكوردن زير زير لوكيشن. يعني على حسب موقعها يبقى ممكن نقول له سكيلتل او فيسرل او كاردياك. طيب اكوردن جدو ده استرياشن. لو هتقولها على حسب التخطيط بقى الاسترياشن. تخطيط يبقى طيب ايما تكون استرياتت او نون استرياتت. طيب على حسب بقى الكنترول او المود اف اكشن بتاعها طريقة عملها. اما تكون او تكون انفولانتري. يبقى على حسب اللوكيشن ايه? سكيلتل او فيسرل اند كاردياك. اما تكون في الهيكلية او القلبية او الحشوية. طيب على حسب بقى التخطيط اما تكون استرياتت او نون استرياتت. طيب على حسب المود اف اكشن او الكنترول التحكم بتاعها تحكم بتاعها تحكم تحكم اراضي ولا لا اراضي. يبقى دول التلت تأسيمات بتوات ايه العضلات. تكلمنا على السكيلتل المسل. نتكلم الوقتي على السموس مصل او الفيسرل مصل. لكن يبقى دي عضلات غير مخططة ما فيش فها تخطيط. كمبوزد او ريتيب لسمولر سبايندل شابت سيلز. خلاص يبقى التانية كانت سلندر. العضلات الهيكلية اللي احنا كلمنا عليها كانت سلندر. طيب لكن دقي سبايندل شابت يعني عضلات بتبقى مغزلية الشكل زي الشكل كده. هتلاقي نواة مركزية وفي نص الخلية والخلية مغزلية الشكل. يبقى نواة فعلا في المركز لكن التانية كنا قلنا ان نواة بتاعتها بتبقى فين بتبقى طرفية. يعني هنا التحكم بتحكم ايه؟ تحكم الرادي. الكنتراكت سلولي بط فور لونج تايم. عكس التانية اللي احنا كلمنا عليه اللي هو الاسكيلة المسل كان بيبقى ايه? فاست كونتراكشن فور شورت تايم لكن دي سلو كونتراكشن فور شورت تايم. يبقى الوقت لما قولك الاسموس موسل تو الاسموس موسل كونتراكت سلولي يعني سلو كونتراكشن فور لونج تايم. اذا كان شورت اذا كان إذا كان سلو يبقى لونج طايم وإذا كان فاسد يبقى شورت طايم عكس بعضهم على طول يبقى أي على طول دايما بتحيد بالانسجة المجوافة أو الأعضاء المجوافة عندك الاستومك مجوافة عندك الانتستين البلاد بيزز أنسون يورين البلادر كل داع فيه فراغ أي جزء فيه فراغ يبقى يحط بمساحة من الخلايا أو الأنسجة العضرات الملساء إذا ما انتشاب كده الخلايا فعلا Spindle Shaped Central Located Nucleus الأبيرانس بتاعها Spindle Shaped خلاص Location Wall of Whole Organs الأعضاء المجوافة زي الاستومك الانتستين الورين بلادر اليوترس الرحم البلاد بيزز الارترز والفينز and النوع التحكم بتاعها ببقين بلانتري يعني الإراضة عشان كده أمعاء وتنين بتهدم الطعام وتمتص النوع الثاني من عضلات Cardiac Muscles Cis branched or slender الأولين خالص روز كيلة المسل كان branched كان سوري slender لكنه not branched يعني ده استوانة دي وجنبها كمان استوانة تانية ما تلاقيش في تواصلة ما بين الايه الاستوانة دي والاستوانة دي العكس بقى بالنسبة المين ليه Cardiac Muscle دي استوانة موجودة ايه تيجي تبصت تلاقي فيه اه اتصال ما بين الايه الخلايا وبعضها بعد دي slender وده slender وده slender ده ادى خلية الوحدة خالص ايه فيها نواة مركزية في النص وهنا برضو نواة مركزية هنا نواة مركزية ادى خلية تانية اهو ده الفصل مبينهم ده برضو الفصل ده ما كانش موجود في العضلات الهيكلية طيب الاستوانة دي مع الاستوانة دي في بينهم بعض في وصلاتها الوصلات دي اللي بتوسل الالياف العضلية دي ببعضها وبالتالي تبقى slender صحيح لكنه branched لكن ده slender not branched ده سترياتي لكن ده low level of سترياتي single central located nucleus النواة فعلا نواة واحدة بس كده موجودة في كل استوانة في كل خلية سترياتي موجود ملاحظ لكن not like the same in the skeletal muscle junction between cells called intercalated discus وده النقطة موهمة جداً مكتش موجودة في skeletal muscle ولا مكتش موجودة طبعاً في visceral muscle أول مرة تسمع على intercalated discus الأقراص البينية بين الخلايا العضلية دي والخلايا العضلية دي بين الليفة العضلية دي والليفة العضلية دي هتلاقي فيه فاصل بينهم اسمه intercalated discus are visible and as a dark band and characterized cardic مصر ده يميز العضلة القلبية نفيها cardiac muscle عشان كده الوصلات ما بين اليافة العضلية كلها متصلة مع بعضها كده زي ما قلت بي بريجس أو وصلات عشان كده المصل act as اللي هو cardic muscle أو القلب مثلا act as whole muscle كله عضلة كاملة واحدة يقول له انقبض مع بعضه يقول له ما انقبض شي نفس الوقت ليه لانه هو كله متصل ببعضه عن طريق البريجس وبعضها سوية act as a muscle unit الانتركالات الانتركالات الديسكس الأقرص البانية الموجودة دي has two types of junction بيبقى فانعين من الوصلات نحن لدينا three types of junction ممكن نعم بعدين فيهم يتنين ه و نعم تسمى تسمى junction لكن الموجود الوقت الموجود داخل الانتركالات الديسكس نوعين الو gap junction and ال adhesion junction ودي وصلات بتوسل خلالها البعض نوعين بس هم الموجود contract contraction of the cardiac muscle لما العضلات القلبية تنقابل تسبب heart beats ضربات القلب طبعا التحكم involuntary in the wall of the heart موجود في قدار القلب يبقى ده cardiac muscle زي ما نشاف كده في بريجس بين بعضا وتوصل البعضا single nucleus in the center and the intercalated discus appearance striated but branched heart involuntary control بتاع ده برضو نفس الكلام هن بص على الجدول ونشوف classification of the muscular tissue أول حقا طبعا قلنا skeletal muscle smooth muscle and cardiac muscle appearance وال estereation ده estereated وده cylindral ده spindle و spindle shaped و non estereated طيب والcardic muscle estereated لكن ايه branched لكن distereated non branched okay location attached to the skeleton لكن ده في الول of the whole organ like intestine or blood uterus and blood vessel or through vein الكار موجود في ال wall of the heart طيب control التحكم هنا voluntary هنا involuntary هنا involuntary تقول لو انت عايز تزود كمان nucleus حط nucleus كده مثلا ومزود الجدول بتاعك من كل الصفات اللي انت عرفتها هنا nucleus ايه mini nucleus top وهنا single وهنا single طيب location بتاع nucleus فين location بتاع النواة هنا central وهنا centrally وهكذا ممكن تضيف حاجات كترة contraction هنا contraction زي ما قلنا ايه faster contraction for short time هنا faster contraction slow contraction for long time والسلام ورحمة الله وبركاته وبركاته